في الور، كنت كاتبول يا جيمي يخص حاكم مباراة الكني من إلي يحكم مباراة الكني؟ بص يا كريم لحد الله هزار ويكريك فيها، فين قسام جوه اللجنة على اسم من الأسماء اللي هتحكم مباراة الكني يمكن كابت محمود البنّة من الحكام الأبرز بشكل كبير جدا ومرشح على أفر حصلا لقيادة مباراة الأيل والزمالك ولكن بيطلع كده سوود جوه لجنة الحكام طب ما كابت محمود البنّة خاد مباراة السوبر مباراة الأيل والزمالك فأنا شايف أنه ممكن ناخد لأمين عمر يطلع واحد كمان ودي كانت مرحب بها بريرة شوية قال لك طب ما ندي وجه جديد ما أقدرش المباركة العالية وزمال الكالال السنوات اللي فاتت فاتت خد محمد عادل خد البنة خد أمين عمر فممكن ندي حد كمان طب مين إبراهيم نردين ولكن أنا بأكد لك هو اللي اختيار لحد اللحظة دي لحد اللحظة باكتابة ما بين طبعا أمين عمر وما بين البنة يمكن أمين عمر فيه مؤسكر في الكاف موجود في مصر لحد يوم 17 ربدا بكرة أنا بقولك أن لو تعاد الكورة أو لجلة الحكام قررت أن هو يخله أمين عمر حكم للمباراة هيبعته خطاب بشكل يعني روتيني كده للكاف والحكم يخرج عادي جدا يلعب المباراة ويرجع تاني المؤسكر لكن الصراع مازال ما بين البنة وما بين طبعا أمين عمر رقم واحد البنة ثم أمين عمر رقم اثنين